ما نخليش أنا آه معاكو جدا في ده إن إحنا نفرغ الغضب ده بس نفرغ وإحنا فاهمين إحنا رايحين لفيه لكن برضو في نفس الوقت مع كتر الخناء كتير لو إحنا ما عندناش أنا متبنى ثقافة لو ما عندناش عشان يبقى بالتضاد يتضح المعنى أوكي لو ما عندناش الثقافة ديا من كتر الخناءات هيجينا التبلد اطلوب اللي إنت عايزة لا أنا ما بقولش يا جماعة قومت خانوا مع بعض لا إحنا ما بقولش كده إحنا بنعمل التضادط لو حصل إن في حياتكم النوع ده أو إنكم بتتنقروا أو بتتخنقوا ده حاجة صحية دي حاجة صحية ومش بالضرورة يعني تكونها دي عادة أنا دي باتي وإنا خلاص أنا علاقتي بتتدمر لكن لو قدرتي تديري الخناء والجدل والشجار صح بطريقة كويسة صح وتخرجي منها بإن أنت عندك مشاكل ما تنكريش إن أنت معندك مشاكل أو ما تنكرش إن أنت معندك مشاكل أعتقد إن العلاقة هتكمل وبالعكس الخناءة كمان ممكن تكون يعني عامل مساعد إن الأمور تستقر زي أولادنا مثلاً لو ديناهم فرصة يقولوا رأيهم فينا ما أنت يا ماما بتعاقلنا طول الوقت ما أنت يا ماما مش عارفة عصبية ما أنت لما بتيجي مش شغل شغل لو انتبهنا صح إن اللي بيقولوه وهم زعلانين مننا وحطناها وبصناه بعين لأعتبار أعتقد إن علاقتنا هتتحسن بأولادنا مثلاً صح لأ أحاول إن أنا أعالجها نطلع فاصل نطلع إحنا رايبين كده وهمالي ومتعلمين من أخطأنا نطلع فاصل نطلع